وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار الأزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية بمضبطات بلغت 135 طن ففي مجال الاستيلاء على السلع المدومة تم ضبط 42 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات